السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللقاء الثاني يكون بعد ذكر الصفات المعلمة المعثر من البشاشة والحيوية والحماسة والعدل والأمانة والفطنة والقدرة والقفاية في العمل والإنجاز والآن نأتي إلى الواجبات المنزلية المعلم الجيد يولي الواجبات المنزلية العناية الخاصة بها ويتوخى التوسط في أمرها فلا يحملها ولا يغرق أم فيها ويرعي ظروف كل طالب من الجوانب المعيشية والصحية والأقلية كما يتأكد من أن الطالب قد قام بعمله بنفسه ويقوم بتصحيح الواجبات أول بعمله بنفسه كما يتأكد من الجوانب المعيشية والأقلية بعمله بنفسه بعمله بنفسه بعمله بنفسه كما يتأكد من الجوانب المعيشية والأقلية بعمله بنفسه بعمله بنفسه أتأكد من الجوانب المعيشية والأقلية بعمله بنفسه بعمله بنفسه في فقط بعمله بنفسه من الجوانب المعيشية والأقلية بعمله بنفسه بعض الاقتن لا تلك السموات أو فقط لا أحدهم. لا يمكن أن يمكن أن يكون مبطاراً. هل لا يمكن أن يمكن أن يمكن أن يمكن أن يكون مبطاراً. لأنه هل ستعر مبطاراً في الجنة. في الشيء من نحتاج في المدينة أو في المدينة. وَيُرَعِي ذُرُوفَ كُلِّ طَالِبٍ من الْجَوَانِبِ الْمَعِيشيَّةِ وَالْشِحِي وَالْأَقْلِيَةِ Guru yang baik Memperhatikan Kondisi setiap siswa Baik itu dari Kehidupan dia Kesehatannya Dan Aklihnya Dari akalnya Artinya Jika Kehidupannya Ruat Banyak masalah Dia akan terganggu kesehatannya Dan di saat terganggu kesehatannya Otaknya dia akan Mengendur Dan tidak bisa fokus Dengan mengerjakan PR-PR itu Kama yata agad Minat talib An Qadqqama biamali Binafsihi Ini penting Siswa mengerjakan PR ini Dengan sendirinya Tanpa bantuan Karena jika Terbiasa dibantu Dia akan tidak bisa Berpegang Terhadap diri sendiri Bergantung pada diri sendiri Adalah Pokok dari kesuksesan Wa yakumu Bitashihil wajibat Awalan Bi'awal Ini masalahnya Banyak Kita dapati Sifat-sifat yang menguluh Atau bahkan mungkin Akhirnya menjadi Malas Karena PR-nya tidak dikoreksi Oleh gurunya Makanya Guru yang baik adalah Memberikan Prioritas Untuk mengoreksi PR Yang dikerjakan oleh Siswanya Hadda la Yu'awwidu Tal Tulab Al-Ihmal Sehingga Siswa itu tidak Membiasakan dirinya Untuk menjadi malas Karena PR-nya tidak dikoreksi طيب إلى هنا وإن شاء الله نواصل هذه الدراسة في موقف آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sampai jumpa